نواصل أعملنا في استعراض عناصر الجدل الأخلاقي الفلسفي المعاصر وبعدنا استعرضنا المدرسة الطبيعية وقلنا أن هذه المدرسة قد أثرت في الفكر الحديث وخاصة في موضوع التربية بشكل كبير جدا فجون جاكروسو أثرت في الاتجاهات الحديثة أثرت في بيستالودي فيما بعد أثرت في فروبال فيما بعد أثرت في ماريا منتسوري فيما بعد أثرت في كثيرين الحقيقة أثرت في جون ديوي حتى أن جون ديوي عنده مقولة شهيرة جدا يقول بين ظفرين كبيرين أن جون جاكروسو هو نبي التربية الحديثة لماذا؟ لأنه قدم حدوثات في التربية أكدها عن من نفس المعاصر لكن مع ذلك النظرية الطبيعية في الأخلاق تم نقدها وخاصة من قبل المدرسة العقلانية المدرسة العقلانية تقريبا عاصرت المدرسة الطبيعية هي أيضا مدرسة أنوارية يعني تنتمي إلى الفضاء الثقافي للأنوار الذي هو فضاء القرن الثامن عشر بدرجة أساسية تسمى هذه المدرسة بالفلسفة العقلانية أو المثالية أو كذلك الفلسفة الكونية كلها مترادفات من أبرز زعمائها المفكر الألماني إمانويل كانت ومن الطرافة أن إمانويل كانت من النقاد الشديدين لجون جاكروسو لكن يقال أن إمانويل كانت رمز هذا الشخص في حياته كان رمز الإنضباط والالتزام وكان يقرأ كثيرا ويقال حسب مذكراته أنه لم يخرق نظامه في النوم ونظامه في الحياة خاصة في النوم إلا لما تحصل على كتاب جون جاكروسو فذلك أجبره على مواصلة قراءته إلى وقت متأخر من الليل كتاب جون جاكروسو في أصل التفاوت بين البشر أو كتاب كذلك إيميل أو في التربي المهم أن إمانيال كانت نقد في واقع الأمر اتجاهين أساسيين حتى نفهم نظرية الأخلاق العقلية لابد أن نشير إلى الاتجاهين الذين تم نقدهما الاتجاه الأول هو الاتجاه الفلسفة الطبيعية في الأخلاق والاتجاه الثاني هو الفلسفة النفعية التي كانت سائدة أو الظرائعية التي كانت سائدة عند المفكرين الإنجليز فبالنسبة للفلسفة الطبيعية تعتبر أصل الأخلاق وأصل الضمير الأخلاق وأصل القواعد الأخلاقية هي الغريزة كما قلنا الغريزة الطيبة بالنسبة للمذهب النفعي أو الظرائعية تعتبر المنفعة هي أصل الواجب الأخلاقي إذا أردت أن تفعل ما يجب عليك فعله أخلاقيا فعليك إما اتباع الغريزة حسب المذهب الطبيعي أو اتباع المنفع حسب المذهب النفعلي بالنسبة لإمانويل كانت يرى في المذهب الأول تناقض وفي المذهب الثاني تناقض بالنسبة لتناقض المذهب الأول أين يكمن يعتبر كانت أن مجال الغريزة هو مجال المزاج والمزاج متقلب والمزاج غير ثابت فلذلك إذا أسسنا الأخلاق على قاعدة غير ثابتة فإنها ستكون بدورها غير ثابتة يعني ما نراه اليوم واجب قد تغير مزاجنا ونراه في الغد ليس واجبا بالنسبة لهذا أيضا ينسحب بشكل كبير على قاعدة المنفعة لأن قاعدة المنفعة ليست قاعدة ثابتة إنباز سوليد هي بالحكس قاعدة مرنة متحولة لأن عالم المنفعة هو عالم المصلحة وعالم المصلحة هو عالم الصراع صراع المصالح وتناقض المصالح فما تراه أنت لمنفعتك أراه أنا ليس لمنفعتي وبالتالي ما تراه أنت أخلاقي قد لا أراه أنا أخلاقي فهذا يؤدي إلى صراع وتناقض أخلاقي داخل المجتمع وبالتالي لا يمكن تأسيس أخلاق واحدة على مبدأ المنفعة ولا يمكن تأسيس أخلاق ثابتة على مبدأ الغريز إذن هذه هي يعني لاجيني دو كانت يعني عبقرية كانت عند مورخي الأخلاق أن كانت انتبه إلى ضعف النظرية الطبيعية وضعف النظرية النفعية وحاول تجاوزها بتأسيس نظرية جديدة لكن ما هو أساس هذه النظرية الجديدة بحث كانت جيدا وجد أن العقل mind the mind la raison يمكن أن يكون قاعدة ثابتة لأن العقل بالنسبة لكانت هو صيفة ليس ملكة هو صيفة إنسانية مشتركة العقل هو المنطق يعني أقول بشكل ما بمجازفة هو المنطق والمنطق هو نفسه عند البشرية كلها عند الصيني، عند الجنوب أفريقي، عند العربي عند الأمريكي، عند الكندي، عند الفرنسي، عند الأفريق عند الجميع عند الأسترالي عند الجميع هو كوني وما دم كونيا فإن ما يقبل به الصيني منطقيا يقبل به الأفريقي من يقبل به الأفريقي يقبل به الأسترالي ما يقبل به الأسترالي يقبل به العربي ما يقبل به العربي يقبل به الأمريكي فبالتالي اقترح كانت أن يؤسس أخلاق أو أن يؤسس هو أخلاق جديدة تسمى بالأخلاق الكونية موحدة يكون الواجب فيها مفهوم الواجب فيها موحد وكي يكون موحدا يجب أن يخدم الإنسانية الواجب يجب أنه لا يكون هدفه نفعي أو شيء لا وإنما هدفه في ذاته ولذلك الأخلاق العقلانية هذه ستسمى كذلك بالأخلاق المثالية لماذا أخلاق مثالية؟ لأنها لا تهدف إلى أي مصلحة شخصية ولا إلى نفع وإنما أخلاق تخدم الجميع من يؤسس هذه الأخلاق؟ يقول كانت سيشترك الجميع في تأسيسها لأن الجميع لديهم صفة المنطق وصفة العقل ومن هنا يشرع كانت في أسس ميتافيزيق الأخلاق كتاب أسس ميتافيزيق الأخلاق في تأسيس مذهب أخلاقي يقول هو المذهب الأقرب إلى العقل وهو المذهب الذي أقرب إلى المنطق وهو مذهب الأمر القطعي لأن كانت يميز بين مفهومين أساسيين هما الأمر القطعي والأمر الشرطي ويعتبر أن أخلاقها هي أخلاق أمر قطعي وهي أخلاق الواجب والواجب حينما يتكلم بداخلنا فهو في حقيقة الأمر يؤبر عن صوت إرادة عاقلة إرادة حرة إرادة طيبة تخدم البشرية في ذاتها طيب النظرية كانت طويلة ولكن هذه هي أهم مبادئها يقول كانت شيئان يملأني النفس عزة وسعادة السماء المرصع بالنجومي فوق رأسي والمبدأ الأخلاقي بداخلي أو القانون الأخلاقي بداخلي صفة القانون الأخلاقي كوني وعقلي وعام وكلي وشامل المهم في الأخلاق الكانتية أن أصل الواجب هو الإرادة العاقلة الحرة للإنسان وهذه الإرادة التي لا تهدف إلا لمصرحة الإنسان ذاته يعطينا كانت عدة أمثلة ولكن مثل اختصار للوقت تاجيران لا يغشان شهير جدا هذا المثال تاجيران لا يغشان في الظهر كلاهما يلتزم بالواجب الأخلاق لأنه يتجنب الغش ويعتبر الغش غير أخلاق لكن الأول لا يغش لأنه يعتبر هذا السلوك سببا في كسب مزيد من الحرفاء في كسب مزيد من ثقة الناس فهو تاجر لا يغش حتى يعرفه وبالتالي تزدهر تجارته بينما الثاني لا يغش لأنه يعتبر الغش في ذاته ليس أخلاقيا ولا يتناسب مع أوامر العقل الأخلاقية الطيبة طيب فأيوهما إذن يلتزم بالأخلاق العقلية والكونية والتجر الثاني وقص على هذا كثير وكثير وكثير طبعا في نهاية سيرى كانت أن البعض القلة سيلتزم بهذه الأخلاق لأن هذه الأخلاق لا تقدم منافع وحتى ولا تستجيب لأهواء الغريزة إذن من سيلتزم بها؟ سيلتزم بها الملائكة فقط البعض اتهم كانت بأنها أخلاق ملائكة قدم لنا أخلاق ملائكة وليست أخلاق بشر على كل حال يكمل كانت أخلاق النظرية والفلسفية الأخلاقية قال بأن من سيلتزم بها يأمل في السعادة الأبدي بعد الموت وبالتالي فإن الله موجود وهكذا يثبت كانت بشكل ما فكرة وجود الله التي هي فكرة بالأساس ميتافيزيقية يقول لحاجتنا الأخلاقية لها طبعا هذه الأخلاق القانتية عادة اليوم وهي تشتغل اليوم في شكل الكانتية الجديد لكن يتم نقدها باستمرار على أساس أنها نظرية مثالية نظرية تعتبر نواية الفعل تدخل في أخلاقية الفعل ومن هنا التقاء كانت في كثير مع الأمور حسب بعض المفكرين مع الأخلاق الإسلامية